مرحبا حلوانكم اقولنا وتحدثنا ان الربع دينار يوجد فيها 25 قرشان والخمس قروش تحتوي على خمس قروش نصل خمس قروش مع الخمس قروش والنصف دينار تحتوي على خمسين قرشان السؤال الثاني اكتب قيمة كل قطعة نقلية فيما يلي هذا يمثل خمسة قروش نكتب خمس قروش هذه العملة ماذا تمثل؟ تمثل نصف دينار اي خمسين قرشان نكتب خمسين قرشان هذه تمثل ربع دينار اي خمسة وعشرين قرشان خمسة وعشرون قرشان هذه تمثل عشر قروش عشر قروش وهذا يمثل قرشا واحدا قرشان واحد سؤال رقم ثلاثة يا حلوين عم بحكي لي اميز فيما يلي كل قطعة نقدية ثم احدد عدد القطعة النقدية من فئة الصغيرة المساوية لقيمة القطعة النقدية الكبيرة ماذا يقصد هنا؟ هنا نصف دينار نصف دينار نصف دينار وهنا ربع دينار او هنا نكتب خمسون قرشان خمسون قرشان وهنا نكتب خمسة وعشرون قرشان يا حلوين نصف دينار خمسين قرش كم من ربع دينار فيها؟ قلنا وتحدثنا ان يوجد فيها ربعين اي قطعتان من فئة الربع قطعتان من فئة خمسة وعشرين قرش اذا نرسم هنا ربع دينار نكتب في داخلها خمسة وعشرون قرش وهنا نرسم قطعة اخرى ايضا خمسة وعشرون قرش اذا خمسة وعشرون قرش زائد خمسة وعشرون قرش يساوي خمسون قرش والان هنا نكتب خمسة وعشرون قرش ربع دينار تحتوي على خمسة وعشرون قرش وهنا نكتب خمسة قرش خمسة قرش خمسة قرش اذا هنا خمسة وعشرون قرش كم تحتوي على كم من قطعة من خمس قرش تحتوي كم من قطعة تحتوي على خمس قرش تحتوي على خمس قرش يعني خمس قطع يا اول خمس قطع من فئة الخمس قرش تحتوي على خمس قطع من فئة الخمس قرش اذا نرسم هاي قطعة خمس قرش قطعتان تلاتة اربعة خمسة ويعطيكم الف عافية حبايب الحلوين من نكتب كتابنا التمارين ومن صورة ومن نزل على التعليقات ويعطيكم الف عافية